الكلامة جميعا بقولك واسع المثلاب جميعا بالامتحان يعني انا بجيب النظرية بقولك ارسم شكل يدل عليها بس ترسميك ولا تسوي شي الضلع هذي يطابق الضلع هذي الضلع هذي يطابق الضلع هذي معناته انا لازم اتكلم عن هاي الزاوية بس بضلعين وزاوية محصورة هاي معنا مثلثين متطابقين بضلعين وزاوية محصورة يلا الحال الثالثة النظرية الثالثة يطابق المثلثان بزاويتين وضلع بزاويتين وضلع كويس هاي زاويتين طلعوا معنا هاي زاويتين الآن الضلع اللي بدي اختاره مش شرط يكون الضلع اللي تحت ممكن يكون اي ضلع بالديل ممكن هاي زاويتين بسير بس زمان احنا كنا ندرسها كانوا يقولون اي 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 يطابق المثلثين بضلعين بزاويتين عفوا وضلع الواصل بينهما مش شرط مش شرط اي ضلع طبعا يندج من التطابق انه باقي العناصر متطابقة يعني هذول المثلثين اللي ما يكونوا متطابقين هذا المثلث يطابق هذا المثلث معناته باقي الاطلاع وباقي السوايا كمان متطابق الحال الاخير يتطابق المثلثان بضلع ووتر يتطابق المثلثان بضلع ووتر بدنا رسمي الها الدل عليها وانا اشوف ايوه اخر واحدة ايوه اخر ايوه اخر لا ايوه ايش ناقص عملك لا ناقص زبطي كم لي كل شي ايوه ايوه ايش ناقص ايوه امتاز امتاز طبعا جماعة مجرد ما قلت وتر معناته لازم تصنقائم لازم تصنقائم لازم تصنقائم بضلع ممكن يكون هذا الضلع مثلا ووتر إذا لازم الوتر يطابق الوتر أنت ما حطيته صح على وما حطيته قائمة ما شفتها حس حطتيها هذول الحالات شو بنسميه يا جماعة هذول النظريات هذول بنسميه النظريات تطابق المثلثات طيب ملاحظين أنه إحنا في كل نظرية من النظريات ربنا أن ينصن الضلع على الأقل ما قلنا أن يتطابق المثلثين بثلاثة زوائه مما قلنا ماذا قلنا نقول ٣ بثلاثه والصحيح لا يتطابق المثلثين بثلاث زوائي سوف نأخذها في مرة قادمة يتشابه المثلثين بثلاث زوائي ليس يتطابق في فرق كبير بين يتطابق يتشابه لذلك الألفاظ الرياضية لا تستخدم الألفاظ من عندك استخدم الألفاظ الرياضية فقط لا تضع الألفاظ من عندك اللي بعديها ما هي النظرية؟ شو هذا في الغرس؟ لا قبلك في الغرس بنا نحل هذا السؤال أثبت أن برهن أن العمود النازل من رأس المثلث المطابق الضلعين ينصف زاوية الرأس يلا لحالكم ما بعرف ها السؤال هيك السؤال بيجي برهن أثبت أنه أنه في المثلث المطابق الضلعين أو العمود أفر أن العمود النازل من رأس المثلث المطابق الضلعين ينصف زاوية الرأس شو تسوي؟ واحد واحد مش عارف يحل السؤال عليه؟ ست علامات هذا السؤال، سبع علامات عشر علامات انت بتكسب منه على الأقل ثلاثة أو أربع علامات ونت مش عارف تحبه برسل المثلث بكتب المعطيات، بأخذ علامات بكتب المطلوب، بأخذ علامات بكتب المطلوب، بأخذ علامات بحاول أعمل في طابق مثلثات أو أخذ ثلاثة علامات دعوا ما ضرب فيه؟ مش عارف الطابق أخذ من السبع علامات اخذ أربع وأنت مش حالي لبسا لكن، إذا اننا حل السؤال وجيت لو وجيتها عبيض زيك ماذا بتحطي؟ صغير تربية صغير تربية صغير تربية هذا اللي بصير معنا في امتحانات الجمال بطلع واهم من امتحان سوف يقول الله ما حلت يا أخي اكتب طيب اكتب اي شيء اكتب اي شيء وعلاقه بالموضوع مش معقول انت مش مجمع ولا كلمة اللي بنحكيه أبصر ذب مخحت منقول اكتب من الطياتة ارسلوا بشكل يدول على اللي بنحكيه ما ضمش بنحكي الغاز يعني هم وبعدين حاول تكتب البرهان وغالبا افكارنا احنا في البراهين اما مبنية على تطابق المثلثات مش اي نظريات شوح تياني محدود اي اخرى يا على تطابق المثلثات يا على تشابه المثلثات تشابه المثلثات معناته هذا السؤال حلو فكرة حلو ايش تطابق بلوس النظريات البسيطة اللي احنا نعرف ان المثلث المتطابق الضلعين زوايا بطاعد المتطابق مثل تطابقه مش اعرف ايش هؤلاء النظريات بدنا نسويه و لكن و هؤلاء يوجد هنا لا ممكن استخدمها في الاشياء هؤلاء يمكن استخدامها حسب ما يمكن نشوف اثبت ان العمود النازل ورغبنا نفهم هذه المصطلحات ماذا يعني عمود نازل من رأس المثلث المتطابق الضلعين إذن الخطوة الأولى أني لازم أرسل مثلث متضاء بغض العلم مثلا من ألف با جين عشان ما كتب معطياتي أكون إيش محدد في الكتابة فيه ألف با يساوي ألف جين هو ما حكى ليهك هو السؤال ما قال ليهك أنا بكتب من عندي إذن أنا إيش معطياتي أنا المعطيات ما رح أكتبها بالعربي أسا رح أرسمها رسل بس هؤلاء سألمية تسالن الavalب من ونصف القاعدة هذه الهيبةاتي سألن وضع تلقى لا تقول أن أإنصف من عمود نازلato أنا نزلت عمود ماذا أنني نزلت عمود وليس أنزلت الان لا تقول لك أن أتقول 시간 لا تقل cause سألنصف القاعدة لا أعرف أن أucking نصف القاعدة أنا أعرف أن ينزل عمود ما سألنصف؟ بالأمر بزر hedge بالضبط. بعمل زاوية قائمة مع القاعدة بس. ما قلت بنصف. فرق كبير بين هلوان. انا شوف اطلع كيف افهمكم اياها. ها اعتبروا خط مستقيم. وهذا خط مستقيم. هذول الخطين بس بيهم متعامدين. القلب الاحمر جاي بنص القلب التحت. لا. اذا في فرق بين ما عمود اللي هو هيك. وبين ما بقول منصف. هاي حالة. يا جماعة مشكل. مشكل عمود. نازل من رأس المثلاث شرط نصف القاعدة. الا فحالة واحدة. لما يكون طالب الضوء. هاي سؤال ثاني. اثبت ان العمود النازل من رأس المثلاث القائمة الزاوية. عمود. من المثلاث المطلاب قد العين. على وقاعدة نصف القاعدة. هذا ممكن يكون سؤال. برهن. وحل ونصف حلها. نفس الحل بنشان. بالنسبة على دولانية بسير. ها. يلا خلنا نزل عمود هسا. اتفاهمنا على العمود. شو يعني عمود. يلا هاي عمود. هاي نزلنا عمود. طبعا رسمتي مش كويس. خليناها مسحة وعيدة رسمها. خلينا نختار المجك. عشان نرسو المثلة زي العين والناس. اسمه ألف با جين. نزلنا عمود. انا بعرف انه هاي. انا بعرف انه هاي. بطابقها. ايوه. انا ضلع. سميه ألف دال. بس عشان دائما لما تحكي. تحكي انه الكلام بشكل دقيق. ما تحكي بس يعني انه قعد نوصف. بس عشان دائما لنوصف. يلا بنا نطق الان بنا نبرهم انه. انه هاذا الضلع. هاذا ألف دال ما له. ينصف. ينصف زاوية ألف. كيف يعني ينصف زاوية ألف. اه. اذا كان قياس ما كانت تسعين. صح. اه. كيف اذا نحكيها السبرياضيات. المطلوب. المطلوب. اثبات. انه. خلينا نسمي هاي الزاوية واحد. وهي الزاوية اثنين. اثبات انه. قياس زاوية واحد يساوي قياس زاوية اثنين. مع الا قياس زاوية الز هابه قياس زاوية بالدال vä numero 500. ستبايها هاي ب mobility second. كيف نكتب بها من الرياضيət. اكتب بها قياس زاوية واحد نساوي قياس زاوية اثنين. سي Treze. الحل للبرهاني الإثبات شو فكرة الحل فكرة الحل نثبت أن المثلث ألف با دال يطابق المثلث ألف دال جي هاي بعملوه هيك مرات المطابقة هيك رامز دالمطابقة بدكوش هيك كتبوه بالعربي مش لازم يقول ألف جي مدال بسمى المثلث ألف دال جيم ألف جيم دال ما بفرق هو ثلاثي دائرة زي الدائرة بتسمي ما بفرق تسميه زي ما بدك هكي يبدأ نثبت أنه مظلث اثنين متطابقين من أحد مظريات التطابق ها إذن لازم أرجع للمظرية من نظريات التطابق سؤال أي مظرية رح تمشي معاي هون ضلعوة لا بش ضلعوة طب لاش في مثل النزاوتين بما أنه متطابق الضلعوة رح تكون تساوية باب طبعا عادة هاي النظرية بتكون إنه باب تساوجين هاي ما بنعرفها محب بنيقدر نثبت إنها بتساوية من هاي النظرية يعني أنا أنا ممكن أثبتها ببساطة على على ضلعوة فقط كيف ننكتب البرهان بس؟ طلع كذلك بنكتب عبارة وبنكتب سبب فها بسموها زي حقا